الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله 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 على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطنة في هذه الليلة ليلة الخميس السابع والعشرين من جماد الآخرة لعام تسع وثلاثين واربعم ألف فالموافق ليلة الخامس عشر من الشهر الثالث لعام ثمائة عشر وآلفين وسجلوا كلمة وصلى الله عز وجل أن ينفع بها هذه الكلمة مناسبتها أن في رجل عالم فيزيائي ملحد توفي هذه اليومين فالناس أكثرت الكلام حوله وسأخذ يعني تغريدة لأحد الأخوة أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد اسمه عبدالله النعيمي لا أعرفه لكن غرد فقال رحل اليوم واحد من أكثر العلماء الملحدين شهرة وأكثر مسهاما في خدمة العلم والبشرية هو الآن في ذمة الخالق الكريم إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه لا تندهش عزيزي القارئ من هذا الكلام فمشيئة الله مطلقة الحرية ليس لأحد سلطة عليها والمعايير الربانية لا تستوعبها عقول البشر من المعلوم بأن الله عز وجل خلق الناس فمنهم كافر ومنهم مؤمن كما قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير والكفار قد أخبر الله عز وجل بأنهم لن يدخلوا الجنة وأن مأواهم النار وبئس المصير فقال جل وعلا إنهما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال في آية أخرى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا فعلى المسلم أن يعتقد هذه العقيدة التي دل عليها القرآن يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجب عليك أن تؤمن بكتاب الله وبخبر الله سبحانه وتعالى نعم الله عز وجل له المشيئة المطلقة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين ولكن قد أخبرنا جل وعلا عن مشيئته أنه لن يغفر للمشركين ولن يدخل الجنة أبدا كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أضواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين فعلق الله عز الدخول هاولا الجنة بأمر مستحيل وهو أن يدخل الجمل في فتحة الإبرة في سم الخياط وقيل المراد الجمل يعني الحبال الغليظة حتى تدخل في فتحة الإبرة وهذا أمر مستحيل فالله عز وجل أخبرنا عن مشيئته جل وعلا فقال سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير خلق الناس منهم كافر ومنهم مؤمن ومصير المؤمنين إلى الجنة ومصير الكفار إلى النار صحيح مشيئة الله عز وجل يفعل ما يشاء لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون المعايير عند الله عز وجل لا تستوعب عقول البشر هذا كلامك حق يا أخو عبد الله ولكن رب البشر سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأخبرنا في كتابه بأنه أراد وشاء ألا يغفر المشركين لا يغفر الكفار لن يدخل الجنة فحينئذ ما يجوز أن نحاد الله تبارك وتعالى ونخالف خبره مع أن الله يقول عن نفسه ومن أصدق من الله قيل ويقول ومن أصدق من الله حديث فكتاب الله حق وما فيه حق وصدق فلا يمكن أن يتناقض قال جل وعلا القرآن ولو كان عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلاف كثير فلأنه من عند الله عز وجل فلا يمكن الله يخبر بأنه لن يغفر المشركين لن يغفر الكفار لن يدخلهم الجنة ثم نأتي نقول قد يدخلهم مشيئته سبحانه وتعالى وأخبرنا جل وعن مشيئته الله أخبرنا عن مشيئته فقولك يا أخ عبد الله وكل كلام موجه لك وكل من يقتنب بكلامك أو يقول بقولك قولك يعني أنه الآن في ذمة الخالق الكريم إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه هذا ليس في حق هؤلاء ليس في حق الكفار الموحدين الله يقول في كتاب في آيتين من سورة النساء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني دون الشرك هو اللي داخل في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه حتى لو عذبه لن يعذبه إلى الأبد وإنما يعذبه إلى الأمد ثم يكون مصيره إلى الجنة لأنه موحد لأنه مؤمن أما إذا كفر بالله عز وجل إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى إذا ألحد فهذا مصيره النار وما للظالم وما أنصار ولا يمكن أن يدخل الجنة حتى أن الله عز وجل نهى عباده المؤمنين أن يستغفر المشركين وكان هذا يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب الذي أبى أن يقول لا إله أل الله وكان له قدم يعني صدق و فضل على النبي عز وجلسلام قد تولاه ورباه ودافع عنه حتى في دعوته فما آذى النبي عز وجلسلام بل وقف معه وقف عظيمة قد يعجز عنه كثير من المسلمين لكن الرجل أبى أن يقول لا إله أل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا استغفرن لك ما لم أنهى فنهاه الله عز وجل نزق الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهيم قال هل العلم فإن تعذر أحد باستغفار إبراهيم عليه السلام الخليل لأبيه قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين لأنه عدو لله تبرأ منه وهكذا يجب علينا أن نستغفر للمسلمين أن نرجو للمسلمين أما الكافر فقد أخبر الله عن مشيته أنه لن يغفر لهم وليسوا داخلين في مشيت إن شاء عذبوا وإن شاء غفروا إن شاء عذبوا وإن شاء تجاوز عنه كلا الله هو الذي أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى لا نتألى على الله ولا نتقول على الله ولا نقول معاير ما يعلمها إلا الله نعم الله يعلم عن نفسه فقال عن نفسه بأنه لن يغفر للمشركين ولن يدخلوا الجنة إنهم أيشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قد يعطي الله عز وجل الكافر في الدنيا جزاءه إن أحسنا للبشرية في شيء من صناعة أو زراعة أو دواء أو علاج لكن في الآخرة الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهباء من ثوراء وقال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَذِي مَنْ قَبْلِكَ لَيْنَا شَرَكْتَ لَيْحْبَطَنْا عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَ مِنْ خَاسْرِينَ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ فيجب علينا أن نؤمن بكتاب الله عز وجل إيمانا صحيحا وأن كل ما فيه حق وأن الله أخبرنا عن نفسه وعن مشيئته أنه لن يتجاوز عن الكفار ولن يدخلهم للجنة صحيح أننا لا نعلم الغيب ولذلك لا نتزال القرآن فما أخبر الله عن نفسه أخبرنا ولذلك عقيت أهل السنة والجماعة أنهم لا يجزمون لأحد بالنار حتى ولو كان كافر ما يقول هو فلام في النار هذا العلم عند الله عز وجل لكن نقول عن الكافر بأنه كافر إلا من أخبر الله عز وجل عنه مثلا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمال حطب فنقول أبو لهب في النار وامرأته في النار وفرعون قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ففرعون نعم في النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى أما ما لم يخبرنا الله عز وجل عنه فنقول بأنه الكافر على ما هو ظاهر لنا كافر والمسلم مسلم ونرجو للمسلم والعاصم المسلمين نقول هذا إذا مات على الذنب ولم يتوب الله منه فهو في مشيئة الله إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه وإن شاء عذبه لكن يعذبه إلى أمد لا إلى الأبد أما إلى الأبد فمصير المسلم الموحد أن يكون في جنات النعيم أرجو أن يكون هذا واضحا بينا حتى لا يلتبس علينا شيء في اعتقادنا ونلقى الله عز و هو غاضب علينا إذا تقولنا عليه فلا يجزلنا التقول على الله وهذا من أكبر ذنوب على الإطلاق القول على الله بلا علم قال جل وعلا إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإياك يا أخي عبد الله وكل من يسمع كلامي أن تقول على الله بغير علم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر